الدائرة الافريقية من أكثر الدوائر حضورا في السياسة الخارجية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى زيارة في غاية الأهمية لدولة إريتريا في إطار تعزيز علاقات مصر مع الدول الافريقية بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الزيارة بتأتي في وقت المنطقة طبعا فيه بتشهد توترات كبيرة جدا سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي خصوصا في منطقة شديدة الحساسية هي منطقة القرن الافريقي المباحثات ما بين الزعماء الثلاثة كانت بتركز بشكل كبير على دعم الصومال علشان يستعيد أمنه واستقراره من خلال تقوية الجيش الصومالي الوطني أيضا تم الحديث عن ملفات إقليمية مهمة زي الأوضاع في السودان وأمن البحر الأحمر الممر الملاحي الأهم هذه الزيارة بتؤكد دور مصر الريادي في دعم الدول الأفريقية وتعزز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة أيضا لتحقيق التامية والازدهار في المنطقة زي ما كنا نتكلم مع حضرتكم في وقت شديد الدقة خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة من دكتور أحمد سيد أحمد المتخصص في شؤون أدولية بمركز الأهرام للدراسات أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك جمانة وأهلا بك دكتور محمد صباح خير عليكم أهلا بحضرتك يعني في بداية هي الزيارة مهمة جدا حابين نعرف من حضرتك قراءتك لهذه الزيارة وإزاي ممكن الزيارة دي تعكس عمق العلاقات ودائرة مصر مع موحتها الأفريقي أولا طبعا هي الزيارة مهمة من حيث الدلالات من حيث التوقيت من حيث المخرجات من حيث الدلالات الدلالة الأولى بتعكس قوة العلاقات المصرية مع أفريقيا بشكل عام ومع منطقة القرن الأفريقي بشكل خاص هذه المنطقة طبعا ومنطقة حضن نيل هي فصول بالأمن القوم المصر ومصر فعد الرئيس السيسي أولت العلاقات مع أفريقيا وهذه المنطقة اهتماما شديدا ضمن تنويع دوار السياسة الخارجية المصرية الدلالة الثانية أن السياسة الخارجية المصرية دائما هي تمثل طيار الاعتدال تقدم دائما نموذج في إدارة العلاقات الدولية القائمة على التعاون الاستراتيجي تحقيق التنمية النفع المشترك المصالح المتبادلة وهذا يعكس حقيقة بإصداقية السياسة الخارجية المصرية عندما تولي مصر أهمية كبيرة للصومال وإريتريا ومنطقة القرن الإفريقي فمصر تدخل من منظور أو من مدخل تحقيق التعاون والمصالح لجميع الأطراف وهذا يعكس حقيقة في أهمية هذه الزراف في هذا التوقيت الدلالة الثالثة المتعلقة بأن دائما مصر تتحرك على كل المحاور الاستراتيجية في ظل تزايد التهديدات المختلفة سواء شرقا شمالا جنوبا ثم في الأعماق والأول مصر في التاريخ حقيقة غير المسبوك أن يكون هناك تهديدات متزامنة على كل الجبهات المصرية الشرقية الغربية الشمالية في البحر الأحمر في منطقة القرن الإفريقي وبالتالي هنا مصر تتحرك بالتزامن فكرة المصرات المتوازية والمتكاملة هذه من حيث الدلالات من حيث التوقيت طبعا بتعكس أهمية كبيرة لأن منطقة القرن الإفريقي تشهد تطورات وهناك محاولات من بعض القوى لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة من حيث التوقيت أيضا تشهد في ظل يشهد في البحر الأحمر والملحة التجارية في البحر الأحمر تهديدات وهو ما أثر بالطبع على القناة السويس وعلى الأمن القوم المصري وبالتالي تأتي في السياق مهم أيضا من حيث التوقيت هي بتعكس أيضا فكرة الترقمية في السياسة الخارجية المصرية بمعنى أن زيارات مصر وعقاطها مع هذه الدول لا تأتي فقط من زيارة وحيدة أو من قطعة ولكن هناك الترقمية بحيث يتم البناء على كل المراحة يعني الرئيس الإريتريا سياسة أفوركي زارة مصر في 2014 وبعدها خمس مرات رئيس سيسي أيضا الرئيس السومالي حسن شيخ محمود زارة مصر كان موجود ده في الوقت وريب بالطبع وهناك إطار مؤسسي بيحكم العلاقات بحيث يضمن يكون هناك استمرارية في تطور هذه العلاقات ثم العلاقات متشابكة ليست في بعد واحد لكن كل الأبعاد بعد الاستراتيجية السياسية الاقتصادية الأمني زي ما بنشوف هذه الصور حضور زعماء ثلاثة الرئيس المصري الرئيس السومالي الرئيس الإريتري حابين نضع المشاهد في الصورة ونبسط حتى للسادة المشاهدين الأهمية السياسية أو ما يطلق عليه الجيوسياسية للقرن الإفريقي هي نقطة مهمة جدا وامتداد للأمن القوم المصري صلب الأمن القوم المصري بيبدأ من هذه المنطقة القرن الإفريقي تحديدا نوضح للسادة المشاهدين أهمية هذه المنطقة وأهمية أن يكون هناك حضور مصري واتفاقات وعين ونظرة على المصالح المصرية هناك بالطبع سيد محمد أولاً هذه منطقة استراتيجية مهمة جدا أولاً طبعاً هي من ناحية الاستراتيجية وجيوسياسية مدخل البحر الأحمر وتطلع الأهم مرات الملاحة العالمية وهو الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس من ناحية الجيوسياسية هناك توطرات في هذه المنطقة هناك تزايدات تصاعد التنظيمات الإرهابية من ناحية تصاعد السلوك المزعز على الاستقرار من قبل بعض الدول مثل أسيوبيا وتدخلات في شؤون الدول الأخر هذه المناخ بيؤثر سلباً بالطبع على الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤثر أيضاً على الأمن القومي المصر مصر أولت أهمية كبيرة لأنه عندما ننظر للتاريخ دائماً هذه المنطقة حتى الصومال هي امتداد للأمن القومي المصر وكان هناك دائماً يجزئ من الأمن المباشر لمصر ولذلك هناك تواجد مصر ببساطة مصر تقوي علاقاتها مع هذه الدول وفق منظور سياسي ومنظور اقتصادي ومنظور ثقافة واكتماعي منظور سياسي تعزيز فكرة الدولة الوطنية في هذه الدول يعني مثلاً مع الصومال على سبيل المثال الصومال وجهت تحديات كثيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود يعني هناك تصاعد خطر للتنظيمات الإرهابية مثل حركة شابير المجهدين هناك حركات انفصالية دولة الصومالية على تحقيق وحدتها وسيادتها والحفاظ على وحدة وسياسي هذه الدولة وتقوية مؤسستها الوطنية بالطبع خاصة الجيش الصومالي ليكون المسلسة موحدة تحافظ على الأراضي الصومالي ولذلك كان أحد مخرجات القمة السلسية التي انعقدت بين الرئيس السياسي والرئيس سياسي والرئيس حسن شيخ محمود وتأكيد على وحدة وسياسيادة الدولة في هذه المنطقة ورابد كل أشكال الدخولات الخارجية هذه النقطة المنظور التنمو بمعنى أن مصر تقدم فكرة المنافع المشتركة والمصالح المتبادل يعني مصر تقدم مشروعات مصرية كبيرة مشروعات تنوية مشروعات تجاري لأن استقرار هذه الدول سياسيا واستقرارها أمنيا واستقرارها اقتصاديا وصدرها هو في مصلحة الأمن القوم المصر وفي مصلحة هذه الدول وبالتالي هنا المنظور المصري يدخل منظور شامل ليس فقط من زاوية واحد باب التنمية أولا هناك علاقات يعني أساس يمكن بناء عليه في هذه العلاقات يعني رصيد تاريخي مصر كانت متوجدة في الستينات وفترات مختلفة دعمت استقرال هذه الدول دعمت سياداتها دعمت حركات التحرر الوطني هناك تقدير كبير لجاء لمصر سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي هذا الرصيد كبير حقيقة يتم توظيفه خاصة في أهد الرئيس السيسي في العشر سنوات الماضية وشارة العلاقات طفرة كبيرة وهذا بيؤكد فكرة أن مصر عندما تدخل الدول الأخرى تدخل منظور زعزعة الاستقرار تدعم التنظيمات الميليشيات مصر تدخل من منظور دعم الشعوب دعم الدولة الوطنية وهذا بيعكس حقيقة الحفاوة الكبيرة التي استقبل لبقى الرئيس السيسي حتى عندما نلاحظ من لاحية الصور والشك كان الرئيس السيسي في المنتصف مبين الرئيسي ماذا بيعكس هذا؟ بيعكس التقدير الكبير لمركزية ومحورية الدور المصر أن مصر دائما مثل القلب الصلب مصر في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط في العالم هناك دول تزعز على استقرار تصاعد مفهومة ميليشيوية مصر تقدم النموذج المعتدل في العلاقات الدولية باعتبار أن في التعاون الكل رابح في الصراع الكل خاص ولذلك المنظور المصري يحظى باهتمام ويحظى بتقدير كبير هذا ما لاحظناه فيه الزيارة وفي الاستقبال الشعب الكبير للرئيس السيسي طيب دكتور أحمد نرى المشهد ومشهد زي ما نعلق عليه منذ قليل ومشهد في غاية الدقة نحن نكلم على قرر الأفريقي والبحر الأحمر حياء أنه بتواجه هذه المنطقة تحديات كبيرة خاصة في نقطة أو ملف حماية أو تأمين الملاحة بالنسبة للدوار المشتركة وهذه الزيارة إزاي ممكن الدول التلاتة مصر إريتريا الصومان أنهما يتعاونوا في هذا الملف تحديدا بالطبع هذه النقطة مهمة جمعنا لأن الآن نشط توطرات جو سياسية وانتبع نتيجة عن استمرار لأدوان الصراع لغزة وتأثر الملاحة البحرية فيه والتجارية في البحر الأحمر وقناة السويس ومصر تأثرت سلبا وعادات قناة السويس تأثرت بشكل كبير ولذلك هناك تحرك مصري وهذا يمثل حقيقة يعني فعالية ورشادة ونزهة السياسة الخارجية المصرية والتحرك الفعالي الدفاع عن المصالح القومية المصرية وبيعكس أزيد دول دول مهمة يعني إسوبيا إريتريا جيبوتي كل منطقة القرن الأفريقي يتمثل أهمية في المنظور المصر الصومال دولة تواجهة تحديات وبالتالي هنا تحرك المصري تحرك فاعل بمعنى استعادة الدولة الصومالية عفيتها السياسية والاقتصادي وهنا من منظور المصر يعني تم توقع بارتخول عسكري مع الجانب الصومالي لتعزيز قوة الجيش الصومال تعزيز مهمة بعثة محفظ السلام خاصة بعد انسحاب أو انتهاء مهمة البعثة الأفريقي هذا منظور على أرض الواقع وترجم أن في قوة الدولة الصومالية مساعدة الشعب الصومالي على استعادة قواته وحداته وسيارة أراضيه وإرسال رسالة برافض كل أشكال التدخلات الخارجية نفس الأمر أيضا مع إريتريا مصر كانت دعايمة لاستقلال إريتريا مصر دعاينها كمشروعات اقتصادية وتنموية وبالتالي قوة هذه الدول لجانب الدعاون مع مصر يمثل ركيز أساسية في تكريس الأمن في هذه المنطقة خاصة في الضفة الغربية للبحر الأحمر يعني الضفة الشرقية هناك اليمن الآن في وجهة تحديات ومشكلات مع استمرار ضعف الدولة لكن على الأقل وجود قوة ومسيطرة هتواجه أمرين التنظيمات الإرهابية والخطر الإرهاب والفكر المتطرف والتهديدات المتعلقة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وهذا بيعكس طبعا حرص مصر على التحرك لأن في الوقت الذي تتعامل فيه مصر مع التدذات في الشرق مع الأدوان الإسرائيلي مع الجبهة الغربية مع كل تحركات بتعكس حرص مصر على الجامع بين كل الملفات لتعزيز الأمن القوم المصر وده كان مخرج مهم من مخرجات القمة الثلاثية فكرة دعم الجيش الوطني الصومالي ضد أي تنظيمات إرهابية أو حركات انفصالية أيضا على طاولة نقاش الزعماء التلاتة مبارح كان الحديث عن السودان لأنه أيضا السودان بيمر بأزمة سياسية واقتصادية كبيرة جدا الفترة الماضية والسودان دولة مجاورة يعني تربط ما بين هذه الدول الإريتريا والصومال ومصر بشكل كبير جدا وما يحدث في السودان يؤثر على محطها بشكل كبير ما الذي تم التواصل إليه فيما يتعلق بالملف الخاص بالسودان بالطبع أولا الملف في السودان يمثل الهامية كبيرة وهو بالمناسبة محمد لا يغيب لحظة عن الأجنة السياسة الخارجية المصرية لأن السودان جزء مباشر من أمن القوم المصر هناك اتفاق بين الدول السلاسة في وجهة النظر على دعم الحل السياسي في السودان في إطار الحفاظ على وحدة السودان وسارة أراضيه ورفض مفهوم المليشيوية يعني رفض الدخولات الخارجية التي تزكي الاستقطاب والانقصام في السودان السودان إذا تعرضت تحديات فهو يؤثر سلبا لكل الدول من مصلحة الدول طبعا مصر والسيوبيا والصومال وكل الدول أن يكون هناك السودان قوي لأن هذا في إطار قوة الدولة الوطنية بتعكس أهمية كبيرة نتعامل مع دولة ذاتها مؤسسات عندما نتكلم عن دولة تواجهة تحديات أو صعود فيها مليشيات صعب دولة رخوة بمعنى آخر لا توجد قلية للتعاون المؤسسي ولكن نتكلم عن فهم الدولة الوطنية ومن التالي هذا بيعكس أيضا حرص مصر وهي جزء من جهود مصر في تعزيز الأمن في السودان هناك قلية جوار السودان هناك إريتريا فيها هناك دول عديدة بتعكس تحرك مصر أيضا إلى الملف السوداني وهذا دائما يعني كما نقول التزامن والملفات المتوزية المتكاملة في كل الوقت ملف غزة ملف ليبيا ملف السودان هي ملفات مباشرة لأمن القوم المصري مصر لا تركز على ملف دولة مركة آخر التركز على كل الملفات المعالجة لحماية المصالح المصرية لتعزيز هذه الأمور بالطبع نتمنى أن السودان يتجاوز هذه المحنة حقيقة ونعرف أن مصر تأثرت طبعا من الأزمة في السودان طبعا استضافنا الشقاء السودانيين في مصر يتعاملونه ككل المصريين وبالتالي هنا السياسة المصرية زيتها مصدقية هي سياسة تقدم على دعم دعم الشعوب الوقوف مع الشقاء وطن الأزمات التحرك بفعالية لتجاوز هذه المحنة والأزمات من خلال دعم الدولة الوطنية دعم المؤسسات الشرعية سواء في السودان أو في الصومال أو دعم إريتريا لأن هذا المناخ يدعم الاستقرار الذي سيساهم بالطبع في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع كل الدول طيب دكتور فكرة هذه الزيارة الثلاثية أو اللقاء الثلاثي مدى تأثيره أو مدى انعكاسه على حتى قوة وتماسك الاتحاد الأفريقي اللي دور مهم جدا بيلعبه في هذه الفترة خاصة مع وجود جماعات إرهابية وانقسامات ونزاعات موجودة في القرن الأفريقي ونزاعات انفصالية وما إلى ذلك وجود الاتحاد الأفريقي هو مهم جدا خاصة في ذل حتى النقاشات والحوارات الدائرة ما بين العالم الدول الدول الغربية والاتحاد الأفريقي معالجة ما يحدث فيه أو النقاش حول ما يحدث فيه القرن الأفريقي خلينا نقول أن هناك علاقة ما بين قوة الدول وبين قوة اتحاد الأفريقي اتحاد الأفريقي هو مرآة عكس القوة الدول لو أن الدول الأفريقية ضعيفة ستكون الدول الاتحاد الأفريقي قوة هناك تحديات بالفعل في كل الأفريقي هناك حروب أهلية هناك تنظيمات إرهابية هناك مشكلات الفقر. مشكلات الهجر غير المشروع وغير القانونية. هناك مشكلات اللاجئة. يعني مشكلات كبيرة. ومصر تتحرك فكرة مسارين متوازعين. مسار موجات هذه التحديات. العمل لتسوية الحروب في هذه الدول بالتراكة السلمية. ودعم واحد دولة اللطنية. وأيضا مسار تحقق التنمية مع هذه الدول. ثم المسار الثالث هو حجد الدعم الدولي لمساعدة دول الأفريقية على تجاوز هذه الأزمات. مشكلات التصحر. التغيير المناخي. مشكلات الإرهاب. كلها مشكلات مهمة. وبالتالي هنا. هذه الزيارة هي بتوعية رسالة. عادة رسال. الرسالة الأولى. كوف مصري ودعمها الكامل للدول الأفريقية. دول القرن الأفريقي. الصومال. إريتريا. أيضا السودان. ادلاء الرسالة الثانية. بتعكس أن مصر موجودة تدافع عن أمنها القومي. ولن تسمح بأي تهديدات تمثل أمن القومي المصري. الرسالة الثالثة المهمة أيضا. ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية والسلوك الأدواني. التي تقوم بها ببعض الدول الإقليمية. لزعزعة الاستقرار. ثم الرسالة الرابعة. تحرك المصري الفعال. لحماية الملاحة الدولية. هذا مصطحة العالم. ومواجهة الإرهاب. وكل أشكال التنظيمات الإرهابية. رسالة سياسية في غاية الأهمية. في وقت دقيق. إذا تكلمنا عن جانب آخر مهم جدا. جانب تعزيز أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي. ما بين مصر وهذه الدول الثلاثة. نشوفنا تحرك المصري في القرى الأفريقية الفترة الماضية. مشروعات تنوية. بناء سدود. المساهمة في بناء محطات كهرباء. في أكتر من دولة أفريقية. الذراع الاقتصادي المصري إلى جانب الزراع السياسي. سياسيا أهمية ده. ونعكاسه وحضوره أفريقيا إيه؟ عندما نربط السياسة بالاقتصاد. هناك مصطلح دائما أطلق عليه دبل مسيح التنمية. بمعنى توظيف السياسة الخارجية المصرية الرشيدة الفعيلة. في تحقيق التنمية في الداخل. يعني جزء منها توظيف علاقات مصر القوية مع هذه الدول. ورصيد مصر. وعلاقات رئيس السياسي مع كل الدول العالم. في دعم التنمية في الداخل. في جذب الاستثمارات. في فتح أفاق أمام أسواق أمام السلع المنتجات المصرية. الأسواق الأفريقية مهمة لمصر. هي تناسب السلع المصرية. في المقابل مصر تعتمد في منظورها مع هذه الدول في التنموية على فكرة المنافع المتبادئة. ماذا يمكن أن تقدم مصر لهذه الدول؟ وماذا يمكن أن تقدم هذه الدول لمصر؟ مصر لديها مشروعات. لديها استثمارات. لديها خبرات فنية في مساعدة الدول. في سواف مجال البنية الأساسية. في مجال إقامة المشروعات القومية. وهناك استثمارات كبيرة. أيضا مصر تمثل بها جاذبة لهذه استثمارات. وبالتالي التعاون الاقتصادي والتنمية هي أحد تحركات ومسارات السياسة الخارجية المصرية. زي محرك سمتها دبلوماسية التنمية. شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا دكتور أحمد سيد أحمد المتخصص في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نورتنا وشرفتنا. شكرا حديك دكتور.